مفاجأة بشأن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني كلمة الثرر بريم البروتي أشعل الفنان أحمد سعد الجدل على مواقع تواصل اجتماعي بعد طلاق زوجته علياء بسيوني وهو الخبر اللي أعلنته علياء عبر حسابه على الانستجرام وكان مصحوب برسالة صادمة حول تخلي الفنان أحمد سعد عنها وعرضيعته اللي وصلت الدنيا من 49 يوم بس علياء لم تكشف وقت أعلانها الخبر عن سبب الطلاق ولم يعلق أحمد سعد على ذلك واكتفى السنائي بالصمت والانفصال بهدوء رغم الجلبة الكبيرة اللي حدثت على مواقع التواصل اجتماعي وتصدر السنائي منصات الترند ليوم كامل وفي الإطار ده كشف مصدر مقرب من أحمد سعد وعلياء بسيوني ورفض ذكر اسمه عن السبب الحقيقي ورقت لهم وهو رغبة أحمد سعد في العودة للفنانة ريم البرودي حيث بدأ سعد في الأوينة الأخيرة في الحديث مع ريم مجددا وتشق علاقتهما على العودة لصابق عهدها وأضاف المصدر أن سعد اقترح على ريم العودة والزواج مجددا مبديا ندمه على الفترة الماضية اللي أضاها بعيد عنها ومروره بالعديد من التجارب الفشل وهو مرفضته ريم في البداية تماما ولكن مع إسرار سعد على العودة للريم رضا خطرين في النهاية لطلبه ولكنها وضعت شروطا قاسية للعودة